هذا الشهيد الآخر من شهداء النظال من التحرير تونس من الظلم والديكتاتورية والفساد والتهميش هذا ضحية أخرى من ضحايا الفقر والتهميش رحم الله سامي فقد أمضى أكثر من عشر سنوات في السجن منابرا ضد الاسبجاد والديكتاتورية ورغم أن الله سبحانه وتعالى يسر لهذه الثورة بهذا النظال أن يخضي إلى نتيجته في إسقاط الديكتاتور وقيام الديمقراطية وقيام الحرية ولكن مضى التقسم من عشر سنوات لم ينل فيها سامي الحد الأدنى من الكرامة رغم أنه مؤسسة الحقيقة والكرامة مؤسسة العدالة الانتقالية أفضت إلى مقررات ولكن هذه المقرارات ظلت حبرا على ورق لم تفعل بل تعرضت لحملة شديدة من السخرية حتى سأل بعض المناظرين بين القوسين عن سوم الكيلو نضال قد يحبون أن نعطوا الكيلو نضال فهذا ضحية من ضحايا الحرب الظالمة الدعلمية على المناظرين وتجريم المناظرين وتجريم النضال فهذا بعد عشر سنوات من الثورة محصل حتى على شيء عنده ورقة عنده ورقة معنى مقرر من مقررات العدالة الحقيقة والكرامة ولكن حتى حد ما ترجمها لأنه ثم حملات إعلامية متوالية على النهضة وعلى كل مناظرها فهذا ثمر من ثمار الحملات الإعلامية الظالمة على النهضة وعلى شبابها وعلى مناظره الثورة اللي جابونا الحرية رحم الله سامي رحمة واسعة ورزق أهله جميلة الصبر والسلوان وورث التونسين وورث الشباب فيه خيرا إن شاء الله ونسأل الله الشفاء لجرح هذا الحريق الذي اندلع اليوم أربي يعجب بشفاء أخينا علي العريض وأخينا الهروني وكل الأخوات والإخوة الذين نالهم من هذا الحريق أذن شديد وربي يرحمنا جميعا ويخلف تونس في شبابها خيرا